يبدو أن تطرف المناخ قد جبّى ما عداه من خلافات جوهرية بين واشنطن وبكين فأجبر الجانبين على استئناف حوارهم المناخي بعد نحو عام من تعليقه من الجانب الصيني لحسابات سياسية فالصين والولايات المتحدة تضخّن غازات الدفيئة في أرجاء الكوكب أكثر من أي طرف آخر مما يعني أنهما أكبر قوتين صناعيتين تتحملان المسؤولية في الإخلال بالتوازن البيئي وسلامة المنظومة المناخية يتصدر العملاق لا سوي قائمة البلدان الأكثر تلويثا للمناخ تشير تقارير إلى أن الصين مسؤولة عن 27% من الانبعاثات الغازية التي أدت للاحتباس الحراري عام 2019 بما يفوق الانبعاثات الغازية من كل دول العالم المتقدمة مجتمعة بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية في قائمة المضرين بسلامة المناخ إذنها مسؤولة عن ضخ 11% من الانبعاثات العالمية وسط أزمة الطاقة العالمية بلغت التصاريح الجديدة لبناء محطات توليد الكهرباء من الفحم في الصين أعلى مستوى منذ عام 2015 مما أدى إلى تجاوز تركيز أربعة ملوثات للهواء المستويات المسجلة خلال 2019 وهو ما أثار شكوكا بشأن مدى قدرة بكين على الوفاء بتعاهدها بشأن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 ويمكن لهذا الالتزام أن يجلب الحياد الكربوني للعالم في وقت مبكر يقدر بخمسة إلى عشر سنوات من الوقت المحدد بينما تخطط الولايات المتحدة لخفض انبعاثاتها الكربونية إلى الصفر بحلول منتصف القرن الحالي إلى أن طموحات الإدارة الأمريكية في هذا الشأن تتأثر بالفشل في دفع مشاريع الطاقة النظيفة والمبادرات المناخية في الكونغرس وفي حال عدم التزام البلدين بتعاهداتها من مناخية لوضع الكوكب على المسار الصحيح فأن حرارة الأرض سترتفع حتما لمستويات أكبر مما يعني تداعيات أخطر من تلك التي تحاصر سلامة الأرض اليوم